هذا أحبطت قوات الجيش الوطني هجوماً لميليشي الحوثيين الإنقلابية غرب محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية إن وحدات من الجيش تصدت لهجوم شنة الميليشي الحوثية على مواقع محررة في محيط الجبل هان غرب المدينة وطبقاً للمصادر فإن مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة استمرت لساعات قبل أن تسحب الميليشيات الحوثية على وقع ضربات الجيش ولقي خمسة من عناصر ميليشي الحوثيين الإنقلابية مصرعهم وجرح آخرون في شباكات مع الجيش الوطني إضافة إلى تدمير رشاش من عيار 23 طبعاً بدأ الهجوم في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء ويعتبر هذا وقتاً مبكراً اندحروا كما كل مرة كانت في صفوفهم اثنين من القتلى وعدد في حدود خمسة من القرحة فعلاً كانوا يريدون أن يحققوا شيئاً على الواقع لكن أن لهم أن يحققوا ذلك وفوق جبل هان قبال على القبال وقمم على القمم فأن لهم أن يظهروا هذا القبال أو يستولوا على شبر منه فهناك رجال نبعث رسالة تطمين إلى المدينة نامي وكوني واثقة من رجالك فإن الرجال على قمم جبل هان أنظروا نفوسهم لمدينتهم